عايز اقول ان علي معلول عمل حاجة وبعدها هدخلكوا بقى في الزمالك لانه فيه يعني كلام للكابتن احمد سليمان اعتقد هيبقى مهم بيوضح الصورة الكاملة حالياً في نادي الزمالك كل الناس يعني التصريحات اللي طالعة مبشرة يعني شفنا تصريحات للكابتن حسين لبيب مؤخراً شفنا تصريحات لأعظم أجلس إدارة بس الكابتن احمد سليمان قال تصريحات هكلمكم عنها دلوقتي انما في الأول يعني علي معلول بيقولوا ان فيه ده هناك في تونس موقع كرة 365 واخد تقارير تونسية النهاردة بتتكلم عن ان النادي الاهلي قرر تجديد التعاقد مع علي معلول كان ليه شرط صارم هما بيقولوا كده يعني هو علي معلول الاهلي مستني علي معلول يرجع من كاسي القوم عشان يختم القصة الاهلي كان عايز يمد سنة وعلي عايز سنتين بس علي عايز سنتين وبدون خناء هو شايف ان هو عايز يختم حياته بعد سنتين في الكورة عشان بس اقول القصة بتاعة علي معلول وعمل موقف ما اعملوش اي حد يعني غير لما يكون حد فعلا محترم وحد فعلا بيحب النادي وانا بحب اللعيبة يعني انا مثلا قبل كده حلقة اللي فاتت جبت لكم تصريح لسيف الدين الجزيري عشان اوريكم تقديره لنادي الزمالك عامل ازاي وعشرته مع نادي الزمالك رغب مستحقاته المتأخرة والمشاكل كان حريص في تصريحاته في تونس اول ما حصل الاصابة بتاعة اللعيبة لانضم مكانه سيف الجزيري وسافر من تصريحاته ان هو بحب نادي الزمالك جدا وان هو عارف انه مش ان فلوسه هياخدها هياخدها والنادي الزمالك ده نادي كبير ومكانته عالية جدا انا بحب اللعيب المحترف اللي بيجي هندمج جوه النادي خصوصا لندية كبيرة بتاعتنا زي الاهل والزمالك هنا علي معلول عايز سنتين هو بقولك انا بقلي سنتين في الملعب لو الاهل فنيا او باي شكل ان كان مش مش شايف انه ينفع انا جدد سنتين انا مش متدايق هطلع ألعب في اي دورة عربي سنتين وارجع برضو عالاهلي ممكن امره ممكن يباليها عمل اداري يعني هو عايز خلاص هو عايز يربط حياته بالنادي الزمالي وحقه لان علي معلول مش بس النجم تقلق ده عمل حاله وتمصر في طباعه واصبح من اعمدة الاهل الرئيسية وشوفنا ياما ما تشات علي معلول لو الاهل خصوصا بيجول هول بيلب من الفرع وبيتكلم وبيعمل وعايز يكسب وبيبقى لي دور كبير جدا جدا واكتر لعيب باك لأسستات وهداف تاريخي للنادي الآلي بالنسبة للأجانب ولي انا مش ورع عظيم على مدار سبع سنين فقال لك لي يعني وانا كمان برشح لكم البديل وقال هشام اسمه بكر اعتقد بتاع الاتحاد المنستيري يعني هو شايفه لعيب ممكن يبقى بديل لي الباكليفت بتاع اتحاد المنستيري ورشحه له الاهلي مش هيكمل معاه ادهم كمان البديل قال لهم ده هيبقى علي معلول تاني في الفترة الجاية وده للفتة الانظار الآلي لهاز اللعب ومتابعة هزا اللعب لو انتو مش هتنمض معاه سنتين وانا مش متضر والاهلي مستمي بعد كاس الامم وبعد مشوار علم معلول ما يخلص في كاس الامم وقت ما يخلص هتبقى فيه جلسات عشان خاطر الاهلي يقرر هل هيبقى معاه سنتين هل هيبقى سنة واحدة هل هيمشي علم معلول بناية الموسم كل ده الفترة الجاية هيقرره في النادي الآلي خلال الفترة الجاية وزي ما قلنا لقالي خلاص صفقة عمر كمال عبدالوحد تقريبا بتخلص اه يعني فيه شواء التفاصيل بقى هياخده كباكة ومحمد عبدالله من الناشئين عايزين صلاح محسن صلاح مش عايز يطلع بيعارة عايز يطلع بيع لا هي مش يطلع بيع قصة اللي هي الإجراءات الإدارية نعم الموضوع خلصان وحتى بيقولولي في الناس في النادي انه هو صور حتى البرومو بتاعه او سيشن التصوير بتاعه ما عندوش اي مشاكل كابتر احمد سليمان على السوشيال ميديا هو الراجل ما بيصرحش في البرامج انما على السوشيال ميديا الحقيقة عامل بوست بيوصف فيه الوضع الحالي لنادي الزمالك من أزمة القيد خدوا لكم نادي الزمالك عندو صفقات بتقترب يعني فيه كلام على شيكة بتاع تراع الجيش فيه كلام على هشام صلاح النهاردة عرفت كمان انه بقوة بيقترب من هشام صلاح بقى المضاه والناس بلتحاد السكنداري مش مدقينه انه مضاه وعندهم استعداد ان هم يستغنوا عنه في يناير بس يبقى يجي مبلغ مناسب للاتحاد السكنداري في هذه الفترة طبعا كل الاندي عنده أزمات مالية بجانب انه الكابتر انطر العشري بيقدر يوفر البدائل فوشام صلاح كان مشروع العيب كبير من سنتين ثلاثة لكنه انشغل حيروح فينه ويجي منين بعد شوية عن الانظار الفترة الاخيرة انه الزمالك شاف انه عيب اضافة ناحية اليمين مهمة جدا كباك رايت ممكن عمر جابل يخش في نص الملعب ويبقى مع نمار واخد أدوار هجومية أكتر في باك رايت صريح اسمه شام صلاح قصاد فتوح النيحة التانية وبيبني الادارة الكرة في الزمالك مع المجلس الفرقة بيحطوا المراكز ويشوفوا فشام صلاح وما شايفين كده فيقترب صفقة شام صلاح الحقيقة بقوة من نادي الزمالك والاتحاد بستني يبدأوا الإجراءات المباشرة في التفاوض اللي الزمالك مستني يخلص مشكلة القيد كمان عايز أقول إنه قوفة مهاجم أمبي أو قوفة من اللعبة اللي محطوطها تحت أنظار زمالك حطوطها تحت أنظار تحت أنظار كمان الزمالك والزمالك عايز يستغل إن ناصر منسي رايح البنك الآيب والبنك الآيب عايزه بقوة ممكن يرد اسمه فيصل يقطع عارضه وفي نفس الوقت ممكن كمان يستغل فلوس ناصر منسي اللي هتيجي إنه يدفع لأمبي بيقصت على قسطين ولا حاجة فلوس إمبي عايز مبلغ كبير لحاجة في قوفة التفاوض بوقت ما يوصف يصفر عن 20 25 مليون جيه زي ما يكون لكن يقدر دوله مبلغ كاش كبير لأنه ناصر منسي البنك الآيب مقتنع جدا بقدراته قبل ما ييجي الزمالك كان في البنك الآيب مكسر الداني يا ناصر منسي الحقيقة يعني فالزمالك قاعد بيساستم ناصر ماهر معرفش بيساستم محمد شوكري الباكليفت بيساستم بعض الصفقات والأمور لكن هو في انتظار برضو قرار بتاع ايه فتح باب القيد كابتان رحمد سليمان قال الوضع الحالي للزمالك في أزمة القيد أو أشعر الدكتور حسين السمري يعني خده نتيجة اتصالاته بالكابتان رحمد سليمان والناس في مجلس الإدارة وبعته حتى أو منشينه للكابتان رحمد سليمان وغيره ده اللي عمله الدكتور حسين السمري والدكتور حسين السمري دلوقت على فكرة ومدير التنفيذي للجنة الأولمبية يعني مؤخرا وبقول 100 ألف دولار كاش مع جدولة باكر مستحقات لمساعدة فيريرا الأزمة انتهت 7000 يورو لوادي دجلة حق رعاية اللعب السابق بريمان أضاي الأزمة برد برد انتهت 12 ألف دولار لنادي ليون 36 نيجير حق رعاية سامسون الأزمة انتهت كل دي حاجات خلصت الاتفاق مع محامي أشنبونج على مستحقات المتأخرة بتاعت أشنبونج 72 ألف دولار حيتب سداد المبلغ على دفعتين تحويل 135 ألف دولار لللاعب خلاص خلال ساعات يبقى الأزمة كمان حتنتهي أو انتهت بالتفاوض مع كاركاس الفانزويري لتسديد المبلغ المتبقي من صفقة سامسون تسير بشكل عجابي ما فيش فاق مشكلة يبقى ده بيقوله يعني خلاص المضغطة بينتهي بعد ذلك ستكون هناك قطوة واحدة تفصل الزمالك وتحويل مليون دولار يبقى الاتفاق مع سبورت انجليش بونا ياخدوا قصة مليون دولار بعد ذلك يتم دفع القصة التانية بعد ثلاث شهور ومش كاتب ثلاث شهور بس أنا دي معلومات أنا عارفها بقولك بعد الاتفاق ومن ثم إعلان رفع القيد حيكون بشكل رسمي شابوه مجلس كابتل حسين لبيب وأخص عمر أدهم المختص بالملف بجود جبار يستهق الإشادة ده اللي قاله الدكتور حسين السمري من خلال علاقاته وتواجده بشكل مباشر مع أعضاء مجلس الإدارة والحقيقة هون منشن أحمد سليمان مش الليل أحمد سليمان عفوا اللي منشه هون منشن أحمد سليمان وأعضاء من مجلس الإدارة واختص الكابتن عمر أدهم وعمر أدهم بيقوم بمجهود ومش شوي يعني فيه ناس في المجلس شوي يعني تحب تعمل حاجة تبان ان الحاجة عاملها قد كده تخليها قد كده في الميديا عشان تباني نعمل حاجة نعم عمر أدهم من الناس اللي هتلوها قليلة الكلام جدا كثيرة العمل جدا الحقيقة يعني فأزمة القيد بتاعت الزمالك في طريقة للحل خلال الأيام القادمة يمكن يعني بالكتير الإسبوع الجاة ولسه بدل على القيد انت بتتكلم عندك لغات 31 يناير بتقدر تقايد الزمالك السنة الفات مأيد يوم 31 وربح الأزمة اللي تفتكره السلاسة اللي تقايده مشي يعني كان ناصر مانسي وكان محمود شبانة وكان بالحج لو تفتكروا والقامت عليه خناء وقعدوا عشرين يوم لغاية ما القيد تم وفي الآخر مشي بعد ست شهور كله مشي ما استفدش بهم الزمالك فأنت عندك فرصة للقيد لغاية 31 يناير مش هديبع عندك أي أزمة في هذا الأمر نهائيا